مدير مكتبنا في فلسطين زياد حلبي زياد يعني لاحظنا منذ عملية السابع من أكتوبر الصواريخ التي تاتي من حزب الله تركز فقط على المدينة الاقتصادية حيفا بالنسبة لإسرائيل هل في قراءة إسرائيلية لماذا الحزب يركز فقط على حيفا؟ لماذا يخشى من أن يوسع المعركة إلى الداخل الإسرائيلي؟ هل لا يمتلك السلاح؟ هل هناك استراتيجية معينة ينتهجها؟ طبعا هذا وفق القراءة الإسرائيلية بجانب التطورات الميدانية في الساعة الأخيرة في واقع الأمر حزب الله استهدف خمس عشر مرة في الشهرين الأخيرين تل أبيب وبالتالي هو يوسع هذا المدى ولكن بدون أن شك بأن حيفا تبقى المدينة الأكبر في المنطقة الشمالية والصواريخ متوسطة المدى التي يملكها بكثرة حزب الله تصل إلى حيفا وبالتالي قد يكون في إطار ترشيد الذخائر في المواجهة المستمرة مع إسرائيل وفق التقييمات الإسرائيلية بأن حزب الله ما يزال يملك عشرات ألاف الصواريخ يمكن أن تكفي لحوالي عام من حرب الاستنزاف بإطلاق يومي قليل نسبيا من الصواريخ في هذا الإطار ينظرون في إسرائيل إلى أن الأمور قد تشتد في الأيام المقبلة أيضا رأينا استهداف تل أبيب ورأينا المسيرات تصل أيضا إلى العمق الإسرائيلي بشكل مكثف كلما اقتربنا أكثر من إعلان وقف إطلاق نار سترينا أكثر إطلاق صواريخ واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أكثر وأكثر ترجمة نانسي قنقر